شنحوين الاقتصاد؟ ففي الناس اللي تخدم في الدولة الكل الفينومان هذا فينومان باهي نقول عليه فينومان باهي لأنه بين كل شعب وشعب يتغير المفهوم مثلا في الولايات التعالي الأمريكية واحد من دافعي الضراءة بنجم يشكي بموظف عمومية علش خاطر مش قاعد يخدم في خدمته موظف راهو نحكيه على معلم وستاذ فرم لأمني شرطة حرس يجي المهم ينجم يتشكي على أساس انه سيدة ذاك مش يخدم في خدمته أو ما عطاشه السيرفيس هذك في تونس بالعكس الموظف هو اللي يشكي بيك على خاطر هضمت له جانبه علش يمشي يشكي بيك بتهمة هضم جانب موظف عمومي هذي تهمة نعرفوه على الكل وكي تقوله راي راني اين من دافعي الضراءة بني يخلص فيك يهيج عليك كيفيش تخلص فيها تنحلف عليك لك مخلصت الزبلة والخروب هذي الكلمة اللي يشدو هذك كيما مثلا انت مواطن تونسي تخلص فيها ورق المو الضو وتخلص فيه معلوم الإذاعة والتلفزة التلفزة التونسية اللي فيها الزوز قانويت كيما نعرفو قناة ما فيها حتى انتاج شوية برامج ما يتفرج فيهم حتى عد بتقنية تصوير غاية في الروعة وقناة متاع فلاش باك يعودوا في المسلسلات يعني يخدم فيهم موظف واحد يحط لك في البلايليست توخر وتقدم وتعملك برنامج اسمه لديل التلفزة بش يحكي على شن هو على الناس اللي يخدموا في التلفزة يعني التلفزة اللي مولوا فيها دفاعي ضراب عاملة برنامج بش يتفرجوا فيه بش تحتفل بيه ولا تفرح بيه بولد التلفزة مسيلش عديها مش مشكل المهمة تعدين البطولة تيمو هذيك المصيبوين تحط البطولة مش تبش تعديها يلزم تمشي المنصة متاع راديو وتخلص تذى دينارات بش تتفرج في الماش لك الله يا دفع الضراب شنا حوال الاقتصاد لك الله يا دفع الضراب برش حديث على الموضوع هذا بسليم انتي اثرت نقطة مهم اليوم في علاقة بيه خاصة ان خلاص فتورة ستيك واللي جيب معلومة اليداعة والتلفزة واللي برشة اليوم يتحط عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة الكورة والماتش ويتن تاع البطولة الوطنة مش تتفرج فيه ماتش بتاع الكورة مثلا اللي هو رو بش نعملوا منصة ولا بلاتفورم ولا بليكاسيون ولا كذارة وحاجة مهمة في تونس لانه ما عنيش تجربة كبيرة في الموضوع ذا مهم وبالعكس كي تخدم القطاع الخاص حاجة مهمة على الاخر ولكن انه تلفزة ما تنجمش تعديلك بطولة ما شنوه ذا كيف يش تجيه ذي يعني على فكرة الكورة راية عندها نسبة متابعة مهمة جدا 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 في تونس سؤالي لكن هل هذا اسبب لعدم دفع الضرقب؟ انه 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 الخدمة لا لا مش انك الخدمة هذي ما تلقى هاش بصفتين عامة انه دافع الضرقب في تونس مش كان في المسألة هذي ندفع الضرقب مثلا معلوم الجولين بالنسبة للسيارات هو نوع من انواع الضرقب اللي تدفع مقابل خدمة اللي هي توفر طرقات جيدة وانارة جيدة لطرقات هل هذا متوفر؟ ما هوش متوفر لكن هل هذا اذا كان ما هوش متوفر هو خلنا نقول اسبب لانه ما تدفعش الضرقب؟ معناها شنو مش هندعو للناس العصيان ضريبي معناها كيفاش شهبني نعم معناها انتي سوالك هذا وين ماشي ما نحبش نورتك ندعو الناس تعمل عصيان ضريبي ما نحبش نورتك لك ما وانتي كسحفي مهمتك انك تسلط الضوء على مشكلة انه راو دفع الضرائب راو مواطن عنده قيمة كبيرة في المجتمعات وانه يعني نحكيه على الاقل على الناس اللي منظمين معناها الناس اللي تشتغل في الوظيفة العموية الناس اللي تشتغل في القطاع الخاص اللي يخذوا عليها في ضرائب دونك هو دفع ضرائب في النهاية من حكيمة كنت تحكي تو على معلوم الجوالين انتي تخلص في معلوم الجوالين كل عام يغلى معلوم الجوالين انتي كسحفي وكوسيلة تعلمت وصلت الضوء انه ثم حالة مزرية جدا متع طرقات ثم حالة مزرية جدا وهذه الحالة المزرية انتقلت الى طرقات سيارة قبل كنا طرقات حفرة اثنين تليس ما هيقلقش اليوم انتقلت لطرقات سيارة وحالة اوتروت بنزرت وحالة اوتروت سوسة معروفة معناه حتى اعمال الصيانة مع عدد شكل اعمال بصفة دورية دوك عملية تسليط الضوء على الاقل ابسط الاشياء تجابها باهتمام من السلطات المختصة بمعنى انه اليوم مثلا اكزامب لو تنعطيك اكزامب اليوم مثلا السيكاك الحديد النقل الداخلي في تونس العاصمة اللي هما المترويت اليوم المترويت مثلا حالة وصلت الى حالة مزرية لدرجة انه انا مثلا كنت عدى بريسك ثم عدد به من من الابواب متاع المترو ما محلول نوافذ ما مكسرة عملية الصيانة الدورية متاع المترويت ما تحسوا كأنه احنا رغم جوزة المترويت تظهما نكملوا بهم فلا ياما تظهما تنجيبوا مترويت جديد تحسها كيكة معناه وقتش تكملوهم كيفاش كذا دون كنتي كوسيد التعليم ولا كجورناليست ولا كعمل صحفي كتصلت الضوء على هذا النورمال ما يصير اهتمام مثلا من وزارة النقل معناها انا ندعو سيد وزير النقل انه يخرج من الوزارة ويمشي يخذ مترو مترو يمشي بها اربع خمسة محطات ويشوف وضعيته مثلا يشوف وضعيته اللي هو مترو وراو من اكثر الوسائل النقل اللي اللي تنقل في الناس داخل العاصمة معناه اكثر من الكيران واكثر من التاكسيات واكثر من لانو الميترو في فيه 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 يهز لك نسبة قدمة يتهزوا عشان ميتين تاكسي وقدمة تهزوا عشرة كيران معناه يهزهم لك في فيه فيه ويحد وهذاك عليش يقول لك انو الدول المتقدمة ياسر هي الدول اللي عندها شبكة متاع سيكاك حديد قوية ياسر ما فيهش بنزين ما فيهش فيها كهرباء فهمت دونك دافع الضراب من حقه انو يطالب ب على الاقل كونتر بارتين متاع متاع منيموم متاع جودة مثلا منيموم متاع متاع منيموم متاع كونفور مثلا انو اليوم مش معناها ثم ازمة سياسية وازمة اقتصادية ودرا اشنا معناها الحياة اليومية متاع المواطن تتراجع معناها ثم طرقات يزمة تتهيئ ثم مع وسائل النقل يزمها تتهيئ اليوم مثلا انت داخل على الصيف باركزامبل ما شني اكثر حاجة معناها تتقلق لعبات في الصيف اللي هو النموس معناها ثم حاجات مستنسين انو الدولة تعملها كل بداية صيف يزم تعملها مثلا حاجات كيما هاك اليوم دافع الضراب يطرح برشة تساؤلات في المقابل تساؤلات هذه تنتظر اجابات من عند السلطة لك الله هي دفعة